وفق الاتحاد الأوروبي على فرض العقوبات وباتت إيران محاصرة من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة وأخيرا الاتحاد الأوروبي عقوبات الأوروبيين الجديدة ستطالوا بالدرجة الأولى قطاع الطاقة الإيراني غازا ونفطا لتحرم الجمهورية الإسلامية من تقنيات الغرب واستثماراته هذا ضغط متزايد على إيران كي تعود إلى طاولة المفاوضات حول برنامجه النووي برمته الإجراءات تطالوا المصارف والتأمين وقطاع الشحن بالإضافة إلى حظر الاستثمارات في حقول النفط والغاز الجديدة وحظر تقديم المساعدات التقنية لتطوير حقول النفط والغاز آمل أن تعي إيران الرسالة بأن الدول الأوروبية تريد التفاوض حول برنامج النووي وأن رفضهم له سيعرضهم لمزيد من الضغوط صحيح أن صرامة التلقوبات الأوروبية الجديدة فقط في بعض بنودها العقوبات الدولية والأمريكية وصحيح أنها ستعرض خامس أكبر مصادر للنفط لشح الوقود وللعجز عن تلبية الطلب المحلي على مشتقات النفط لكن إيران ومع هذا لا تزال ترفع سقف التحدي فهي تارة تؤكد أن حليفيها التقليديين روسيا والصين لن يتخليا عنها في محنتها وتارة أخرى تهدد بإدراج الشركات الغربية التي تقاطعها على اللائحات السوداء ومع أن الأوروبيين لم ينكروا حق إيران في تقنية نووية للأغراض السلمية إلا أنهم يصرون على التزامها بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغبة منهم في منعها من الوصول إلى استخدام تلك التقنية عسكريا حيدر الخير بي بي سي اشتركوا في القناة